السلام عليكم كديرين لبس عليكم ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اليوم غادي نقدم لكم جراتان بالشفلور او القرنبيت وبالبطاطس وصدر الدك الرومي بلصص بشاميل كي يصلح كوجبة غدا او لكوجبة عشاء كي يجي لديد بزاف بها الطريقة فإلا بغيتوا تشوفوا الطريقة تكملوا الفيديو للاخير باش تستفدوا جميعا اه فبسم الله على بركة الله غادي نبدو الوصفة ديالنا هنا مكونات بسيطة كما كتلاحظو عندي حبة بطاطس متوسطة الحاجم انتم مع الاحزاب تاني افراد الاسرة والعائلة ديالكم عندي حبة بصل ايضا متوسطة مع تقريبا نصف كيلو او خمسمية جرام من الشفلور او القرنبيت اللي غادي ننقيه بهالطريقة غادي نقطعو الى قطاع كما كتشوفو متوسطة باش غادي يتمكن لي باش نغسله مزيان مزيان من الداخل وبطبيعة الحال خسكم تغسله بزاف لان كيكونوا فيها طفيلية او حشرات تيكونوا هنا ايا في الوسط وخما كنشوفوهم فاذا من الافضل جميع الخضروات ديالنا نغسلهم مزيان ثلاثة المرات او اكتر بالماء ومثلا الخل او الحامض باش هكايا كنعقموهم وكنت فاداوا الاصابة باي نوع من انواع هكايا الطفيلية فاذا من اللي كنقطعو بحال هاد طريقيا هكا كما كتشوفو غادي نغسله مزيان وغادي نخليه يستقطر باش غادي ندوز غادي نحكو في الحكاكا هكايا الغليطة باش هكا هكا نتحصل على هاد كما كتشوفو را الفيديو كيشرح نفسو هكايا قطاع صغيرة جدا باش كيجي القراتان ديالنا مزيان و هكا حتى اللي ما كيبغيشش فلورا ما كيحسش بيه نهائيا خصوصا دائما الاطفال الصغار وايضا ديك حبة بطاطيس راني قشرتها ووصلتها وحكيتها بحال هكايا فالحكاكا دائما الغليطة باش كنتحصل على اشريطة طويلة ورقيقة فمن بعد ضروري ان هاد البطاطيس كنصفيوها من الزائد ديال اللي تيكون فيها او الناشا وهنا وضعتها انا في هاد المصفات وغادي نخليها جانبان باش غادي تستخدمها اكتر بوحدها وانتو مايلا بغيتورا غاديت هكا يتم ديروها في شي توب او شي زيف تيال حياتي باش غادي نتعصرها او تعصرها غير بديكم من الافضال اننا ننحيدوا من هادا كلمة اذا في جانب اخر هنا غادي وضعت مقلات على النار فيها ديال البصلة المتوسطة اللي شلطها رقيقة وضعت عليها تقريبا من جوج الى ثلاث ملاعق من زيت المائدة هنا اضفت دائما شوية ديال الملحة شوية ديال بزارة او الفلفل الاسود وخليتها حتى تحمرت لي وتشحرت مزيان كيما كتشوفو كتجلدي دب حال هكايلة خليتو هاتا كتتحمر اه فايدا في هذه الاتناء غادي نضيف انا صدر الدجاج او صدر الدك الرومي عفوان اللي استعملت هنا اه اللي قطعته قطع صغيرة بطبيعة الحل بعد ما غسلته مزيان بالحامض اه ويمكن ايضا تستعملوا الخل باش كنحيدوا منه ديكزفوريا اللي كتكون فيه وهنا بنسبة التوابئ لكم الاختيار انا استعملت البابريكا وهنا يا التوم غوبرا والابزار سكين جبير وشوية دي الخرقون يعني انتو ما كتستعملوا التوابئ اللي كتحبو وهنا يا عندي معدنوس هنا يا ناشف حكيتو هكا يا بين اصباعي ويمكن لكم ايدا تستعملوا هكا يا قزبور معدنوس طري كيكون افضل وهنا يا التوم اللي استعملتو التوم الطري ارا غا تديروه مع البصلة في طبيعة الحال كتحكوه وديروه يتشحر مع البصلة فايدا هنا غادي نخلي المكونات يتشحروا ليه مزيان طبيعة الحال دائما نغطي باش هكا يتكون البنة وفادلاتنا تقريبا بعد جوج دقايق هرا ها طابت ليه تقريبا طاب المكونات اللحم بالخصوص هني غادي نضيف واحدة ملعقة متوسطة من مركز طماطي اللي كيعطيها بناء تهيزوينة مهم لكم الاختيار وهنا يا غادي نحضر واحد لصوص بشامل اللي غادي نستعمل مع هاد القراتان هنا يا وضعت تقريبا ملعقتين كبار من الزبدة اللي هنا يا ضفت عليهم جوج ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض وهنا يا غادي نحاول ندوب بقاع هاد الزبدة ونحرك في نفس الوقت باش الدقيق تتحمر ليه واحد شوية اه صافي ومن بعد غادي نضيف واحد كأس كبير مملوء جيدا بالحليب وانتو معاود راكا تستعملوا الكمية اللي غادي تناسبكم يعني الخضر اللي نستعملين وصافي وغادي نخلي كل شي غادي طبيعة الحال مع التحرك و هاد بغيت زع ما منحيتش هاد زع ما صورت لانا كاينين بنات لي مبتدئات لي كلنا كنا مبتدئات وما زيلنا بطبيعة الحال والمهم غادي نبقى نحرك زيان هاد لصوص حتى تولي ليه ماشي مهم تولي شوية جارية لانا كتشي هكا في القراتان كخص كون شوية جارية و هنيا ضفت عليها شوية ديال الزعتار يابس اللي حكيتو مع رشة فلفل اسود مع رشة ملح في طبيعة الحال كما كتشوفو هنيا غادي نوجد لباري ديال القراتانة وغادي نخلط قاع المكونات كما كتشوفو هنيا البطاطرة هنزلات لي ديال الكمية ديال المال اللي فيها و هنيا ضفتها على دك الشفلور اللي كنت حكيت وصافي هنا ما بقى إلا غادي نضيف هاد الحشوة ديال هاد اللحم مع البصل اللي كنت شحرت صافي انتو ما ايضان يمكن لكم إلا ما بغيتوش تديرو صدر ديال الرومي عفوان تديرو المتوفر عندكم سوى صدر الدجاج او ايضان الكفتا او اللحم المفروم اه لكم الاختيار و لحزاب الامو توفر دائما هنا غادي نخلط هاد المكونات ثم غادي نضيف تقريبا جوج ملاعق من الخبز هكي المحمص المهم هاد لشابليو وصافي باش كتعطينا واحد التماسك لهاد العناصير بطبيعة الحال مع إضافة البيض البيض ايضان غادي تستعمل الكيمية اللي غادي تناسبكم انتو ما غا تناسب الكيمية اللي انتو ما دايرين من من القرنبيت والبطاطيس هنيا وضعت كسرت جوج بيضات غادي نشوفي لكفاوني إلا ما كفاوني شر غادي نزيد هنيا ضرت المعدنوس والقزبور هنيا الطريين اللي كانوا عندي في المجمد وصافي ثم هنيا هاد الجبن المبشور لكم الاختيار ايضا تضعوه ولا قاعد تستغنيوا عليه مهم كإضافة لعندكم كيجي زوين فهنا غادي نخلط الخاليط ديالي مزيان زيان بحتيت جنس وقاعد عناصير ومنتم غادي نشوف واش البيض اكفاني ولا غادي نزيد فايدان كما كتلاحظو انا مكفاوني شجوج بيضات يعني غادي نزيد الدالتا وايضا كل واحد هو كين اللي كيبغي في هدف القرنة ان يكون البيض هكاية كتير وكين الليلة المهم ما نستعمل ثلاثة البيضات كيم ما كتشوفو لان عندي لصوص بشاميل بقا زمجارية واحد شوية وغادي تعطيني مازال هكاية الطارا والقراتان باش مايجينيش تاني في زماء مية وغادي نزيد الدهنت المول ديالي مزيان بالزبدة وغادي نفرغ هاد الحشوة اللي عندي هاد القراتان هاد الخاليط وغادي نبسطو مزيان باش يتقدليا في المول وهنا غادي نخوي عليه هاد لصوص بشاميل اللي انسيت ما قلتش ليكم انني ضفت ليها واحد ملعقة صغيرة من هادي من طماط من الطماطي موركزة باش زع ما يعطيني اللون مايكونش بيض بزاف يوصافي المهم هنا يوزعتها على هاد المول على القراتان ديالي بطريقة متساوية ثم راني مسخنا الفورن على درجة مية وتمانين وغادي نوضعو الشاد عليه من التحت ومن الفوق بطبيعة الحال وغادي نوضعو حتى غادي تمسكو ليقع العناصير والشيف لور اللي والبطاطيس اللي مازال ما طايبين غايدين يطيبو ضغيالي ان محقوقين ارقيق وصدقوني هاد القراتان كي يجي بنين بنين بزاف متحسوش قاع بلي فيه شي فلور بالنسبة للناس اللي ما كي يحبوهش وكي يجي هك كي مفيد فيه شوية ديال البروتينات فيه كل شي يعني وصفة متكاملة جدا بجميع المكونات الغذائية وكنتمنى يعجبكم هاد القراتان وتجربوه في بيوتتكم ودائما تردعو لي الخبار في تعليقكم المحفزة وايضا ما تنساوش الفيديو اللي عجبكم من اللايك وايضا البرتاج مع الاهل والاصديقة والاحباب وايضا الى كنتوا ما زال ما اشتركتوا في القناة فاشتركوا فضلا وليس امران تشجيعا لنا هكا للإصمرار ان شاء الله في المزيد من العطاء فايدا القراتان كما كتشوفوه في النهاية جاء محمار جزوين صراحة الريحة ديالورا ما نعودش لكم راكم عارفي المكونات اللي فيه يوصافي المهم جاء هكا يا جاء زوين معلك من الداخل ومهم ويعني ناجح بكل مقاييس نتمنىكم تجربوه وترضو علي الخبار كما قلتو شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء إلى فيديو قديم بحول الله مع السلامة شكرا لكم على المشاهدة